جريفث في مهمة لاحتواء الانهيار الاقتصادي فقد تحدث المبعوث الأمم إلى اليمن مارتين جريفث أن الأمم المتحدة تتناقش خطة طارئة للحد من هبوط الريال واستعادة الثقة في الاقتصاد ذهب جريفث إلى أبو ظبي على خلفية دعوة أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات للسيطرات على المؤسسات الرسمية في المحافظات الجنوبية لكنه في أحدث لقاء صحفي أجره في العاصمة الإماراتية مع الويترز أظهر أن أولوياته باتت تتركز حول الانهيار الاقتصادي المريع الذي يواجهه اليمن في هذه المرحلة جريفث عبر عن اعتقاده أن أفضل سبيل لحل الأزمة الإنسانية في اليمن هو إصلاح الاقتصاد لذا شدد على أن الحد من هبوط العملة المحلية يأتي على رأس الأولويات الدولية في ظل تقديرات تضع اليمن كأشد الدول العربية فقرا وتقر بمواجهته أسوأ أزمة إنسانية في العالم زادت حدتها جراء الحرب التي بدأت في عام 2015 لكن تصريحات المبعوث الأمم لا يبدو أنها تعكس تحركا فوريا للمؤسسات الدولية باتجاه التعاول مع الوضع الاقتصادي الصعب في اليمن فما يصرح به جريفث لا يعد كونه مقترحات كالقول بأن اليمن يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات الفورية التي تتخذ على مدى أسابيع حيث يمكن أن يجتمع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات الأمم المتحدة والخليج وحكومة اليمن لمناقشتها ومما كشف عنه جريفث في سياق تصريحاته أن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي يعملان على توحيد ما أسماهما البنكين المركزيين المتنافسين في اليمن وعدم تسييس أنشطتهما في مدة لا تزيد عن أسبوعين ولم يتحدث عن المزيد من التفصيلات المتصلة بإجراء يبدو مستبعدا في هذه المرحلة بنظر المراقبين مساعي المبعوث الأممي تهدف وفقا لتصريحاته إلى الحد من الاعتماد الدائم على مواصفه السخاء السعودي لضخ أموال في النظام المالي على نحو أثار لدى المراقبين تساؤلا عما إذا كان المبعوث الأممي يريد أن يحرر التحالف من مسؤولياته المباشرة على الانهيار الذي يشهد اقتصاد اليمن بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب أحاط المبعوث الأممي دوره بحزم لا تنتهي من الوعود والإجراءات على الصعيد السياسي وها هو يكرر الأمر نفسه على الصعيد الاقتصادي ولا شيء يلوح في الأفق